عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من تونس بعدما خاض الأهلي لقاء تراجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من منافسة بطولة دور أبطال إفريقيا كانت المباراة قد انتهت بتعادل سلبي فيما تقام مباراة العودة في الخامس والعشرين من مايو الجاري على استاذ القاهرة الدولي بعد مباراة مسيرة حقق الأهلي تعادلا سمينا أمام مضيفه التراجي التونسي بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رادس في العاصمة التونسية في ذهاب نهائي بطولة دور أبطال إفريقيا لكرة القدم المارد الأحمر تلقى ضربة قوية في بداية اللقاء بإصابة نجمه التونسي علي معلول وخروجه مبكرا ليشارك بدلا منه زميله كريم فؤاد إلى أن الفريق الأحمر حافظ على تماسكه ونجح في الخروج من موقعة الذهاب بشباك نظيفة بهذه النتيجة حقق المارد الأحمر رقما قياسيا جديدا في دور أبطال إفريقيا بعدما نجح في الوصول إلى 21 مباراة في البطولة بدون تلقي أي خسارة ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم التراجي التونسية الذي حقق 20 مباراة متتالية دون هزيمة ومن المكرر أن يلتقي الأهل مع التراجي مجددا الصبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إطار مباراة الإياب لحسم هوية بطل دور الأبطال الفريق الأحمر يحتاج لتحقيق الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب بالقاهرة لضمان التتويج باللقب القري الثاني عشر في تاريخه فيما يحتاج التراجي للفوز أيضا بأي نتيجة أو التعادل الإيجابية لحظ اللقب الأفريقي الخامس في تاريخه